هو في إعلان هناك واحد ورش ملكي تم نفتحه هذا الورش يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة اللي مر على إعلان ديالها حوالي 20-22 سنة هذه المدونة هذي اللي بنوا فيها مجموعة من التغارات مجموعة من العيوب رغم أنها في الوقت ديال إعلان عن إصلاح وتعديل ديالها كان الجميع يرها بأنها مدونة ستعطي أولاً الحقوق للمرأة ثم في نفس الوقت ستساهم في حماية الأسرة لكن مع الأسف يعني النتائج هذه المدونة هذي كانت نتائج عكسية فبدل أن تكون مدونة لحماية الأسرة كانت مدونة ساهمت في تشيط الأسرة في ارتفاع عدد يعني الطلاق وأمور عديدة جداً وهذا شيء أنا كفاعل مدني وحقوقي أرى بأنه نتيجة تدخل ديال النصوص الفقهية في تدبير ديال يعني المدونة اللي هي أريد منها أن تكون مدونة مدنية فالنص الفقهي في كثير من الأحيان لم يخدم يعني مدونة الأسرة خاصة في الشق المتعلق بحماية الأطفال وحماية كذلك الرجل لأن المدونة السابقة فيها الكثير من التمييذ ولا تحترم المواتق الدولية ولكن كثير من التمييذ عندما أتكلم دائماً على هذا الأمر أقول بأن عندما يريد الرجل أن يرفع دعوادي للطلق من أجل الضرار يجب أن يؤدي واحد المبلغ ديال واحد في المية ديال الضمان ديال المبلغ اللي تيطلبوه كتعويض ولكن مرأة أمني ما كتبغي يطلبوه ما كتخلص هذا المبلغ ديال الضمان وهنا عدا يؤكدوا أن هناك حيف وميذ وأنصرية ديال الرجل في مدونة الأسرة والمثالة أخرى هو المفهوم ديال الأسرة المفهوم المدني للأسرة هو واحد العقد ديال الزواج مبينا طرفين في مشاركة في الربح وفي الخسارة في الوقت الذي نرى مدونة الأسرة نرى أن المسؤولية دائما يتم تحميلها للراجل مثل الجانب متعلق بالنفاقة الراجل إذا طلق المرأة يبقى عند الولادة يؤدي لها النفاقة ولكن من الولادة يبقى عند الراجل لا تؤدي المذوجة أو المرأة للراجل للنفاقة وهنا دليل آخر على أن هناك حيف وهناك إقحام النص الفقهي والنص الديني القراءة أو الفعم للنص الفقهي فيما هو قانون مدني يهدف إلى حماية المصلحة للأطفال وكي يتم الاستئناس بمجموعة منصف قانونية وهي القوامة وهي أمور أخرى واللي إحنا اليوم خذنا نقشها بجدية حماية لمصلحة الأبناء وحماية لمصلحة المجتمع لأن هناك متغير ومتحول داخل المجتمع يجب أن نشهد وهذه مسألة التي تسمح بها يحتل الدين يعني نشهد في إبداع النصف تحميلنا الكينونة دين المجتمع والدعامة الرئيسية دين المجتمع وهي الأسرة الأسرة أنا اللي كنشوف بأن المدونة الأسرة الجديدة يجب أن تكون أن تحقق أو يجب أن تحقق تورا في مجال حماية الأسرة والأطفال ويجب كذلك أن يتم إقحام مؤسسات أخرى داخل هذه المدونة حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه الأسرة وتجاه الأطفال من اللي كنقولك تحمل مسؤولية الدولة مثلا المرأة عندما تضع دعوة نفقة ومع ذلك تشهي مدخول خلال الدولة تعطيها مدخول ديالها أو أجر شهري من أجل حضارة الأبناء وتتبعهم إلى حين تهاء الدعوة وإلى حين كذلك أن يستطيع الزوج تأديات مبالغ النفقة لأنني كنشوف هذه المدونة حاولت غدات الثراء ما بين الرجل ومرأة وما قدرت أنها تخلق واحد يعني ثلة البصل ديال التفاهم وديال تحمل المسؤولية ديال الأطفال ومسألة أخرى اللي هي مهمة جدا هما الأطفال الذين يولدون خارج يعني الإطار ديال بين قوسين العقد الزواج المدونة الأطفال يجب أن تحميهم لأنها ماد دم تشيد تكلقى ورصهم مرميين في الشوارع تكلقى ورصهم بدون النسب تكلقى ورصهم بدون تعليم فقط لأنهم ولدوا بناء على واحد العلاقة التي يعتبرها الفقه والنصوص الدينية بأنها علاقة غير شرعية في الوقت أننا خلان المدونة الأطفال تكون لدينا مدونة مدنية تحمي ذاك الطفل الذي تم إنجابه خارج إطار العلاقة المدنية لها عقد الزواج ليس عقد نكاح عقد الزواج وهذه الأطفال سهلوا طريقة الاعتراف بهم والطريقة تكفل بهم والطريقة إدماجهم داخل المجتمع لأننا نشوفوا حالات تشتوت للأطفال يعني تنشوفوا ناس كي تكفلوا بأطفال وكي القوم مشكين أنهم اللي يريدون لهم المسترة تبني مع الناس المغرب كي نسترة تكفل أمور كثيرة جدا يجب منقشتها داخل التعديلات اللي غتكون في مدونة الأسرة وحتى لا تعتبر مدونة للمرأة لدفاع المرأة ولكن تكون مدونة تمارس العدالة وتحارم التمييذ بين الجنسين بين الرجل والمرأة ونتعملوا معهم على قدم المثاواة من يمكن قول الراجل أو المرأة الولاد تبقى عند الراجل المرأة تساهم بحق في النفقة لكن الولاد يبقى عند المرأة الراجل يعطي النفقة ونجبر أن يعطي النفقة ومن يكون تكون نفقة محترمة وإن كان الدخل الرجل لا يلقى إلى واحد المستوى الدولة تدخل لكي تقدم دعم لهذه الأسرة وهذه الراجل وهذه المرأة حماية للطفل اللي هو ابن الدولة قبل أن يكون ابن أبوي اللي قرروا أنهم يفاصلوا على بعضهم وبعض فمدولة الأسرة أرى بأن رئيس المجلس على السلطة الرئيس المتدى بالمجلس على السلطة القضائية هو الذي يستطيع أن يجد حل ولا أرى بأن وزير العدل هو الذي سيجد حل ولا أرى بأن رئيس النيابة العامة هو الذي سيجد حل هذه المهام هو المساهمة في احترام القانون والحفاظ عليه وتكوين القضاة وتكوين الناس التي سهروا على التنزيل القانون وزير العدل يجب أن يوفر أرضية يجب أن يوفر لنا مساعدات الاجتماعيات ومساعدات النفسيين يوفر لنا هذه أدوار لتلاثة الناس ولكن اللي ممكن أنه يساهم في التعديل من مدونة الأسرة هو المؤسسات الأخرى مثلا من دومية السامية لتخطيط عندها دور لأنها يكون عندها معطايات ودراسات اللي ممكن تساهم فيهم وتشوف فين كان الخلل وفين ممكن أننا ندخل النص القانوني لتجاوز ذاك النقص اللي سجل في مدونة الأسرة عندك وزارة التنمية والتضامن اللي تهي عندها دور كذلك لخصة تكون في هذه اللجنة تعديل مدونة الأسرة لأنها ضروري أنها تمول الأسار اللي لا لديهم إمكانيات ومعوذة لكي تكفل بدون أطفال لكي لا يحسنوا بالنقص داخل المجتمع تفعيلا للفصول دستورية المتعلقة ب الواجبات الدولة الاجتماعية تجاه الأبناء ديالها والمواطنين ديالها ثم وزارة التربية الوطنية في إطار التربية الغير النظامية وتخلق تربية جديدة لمتعلقة بتربية الأزواج قبل يعني القيام بعقدي زواج لأن اليوم الزواج أصبحت مؤسسة ومبقا لكي المؤسسة المبنية على العرف وعلى التقاليد وعلى الدين وأصبحت مؤسسة فيها المرأة تشتغل والرجل يشتغل وعبينتهم أمور مشتركة ثم يتكونوا فيها بس أنهم يرقاوا الواحد المستوى بأن الرجل يكون الرجل المرأة تكون مرأة مشير الرجل يكون ذكر ويبقى يفكر الفكر الذكوري بأن يواجه تلك المرأة بأنه هو الرجل يسد عليها الباب ويخلاج تخرج وأمور لماذا تقع في داخل هذا المجتمع ونبينو لهم بأن المرأة والرجل هذا تكوين ضروري أن تفكر فيه وزارة التربية الوطنية في إطار الشق المتعلق بتربية غير النظامية وما تبقى يشتغل فقط غير في الشق المتعلق بمحول الأمية وتشتهد وتبتكر لأننا نفتقد للإبداع نفتقد السياسيين مبدعين كيف يكونوا مجتمع حداتي متطور ونبينو ما هي مؤسسة هذه الزواج اللي بغيناها تمأسس ما تبقاش مؤسسة مبنية تثير بالعرف وبالتقاليد وبالفكر الذكوري ونقول لي ومجتمع متمدين فعلا يحترم كل مواتق الدولية ويحترم روح الدستور للمغاربة والنص الفقهي يبقى للاستئناث لأن هناك ضرورة اليوم لهذا الشهاد خلوني بالنسبة كل ما يتعلق بالإرث كذلك يجب أن يكون شكرا نعم هناك نص ديني جاذم يتكلموا عن الإرث وهذا النص الديني نحترمه لكن هناك ناس آخرين يرون آخرون يرون بأن الإرث يجب أن يفوزع على قدم الموسط بين الرجل ومرأة والنص يجب أن يكون لدينا نص مدني ونص يعتمد على ما هو فقهي حتى يكون المرأة حق بتختار أنها إما أن تكسب الإرث بطريقة فقهية بنص فقهية أو تكسب ها في النص المدني بطريقة المستوية بين الرجل المرأة ونحن يشاهدنا ولم نخالف كما قال الجلية المالك لم نخالف أو لم نحلل محرم الله ولم نحرم محل الله لأن هذه المسألة هذه في النص متعلقة بالإرث الله عز وجل أعطى حلولا ولم يحرم الاشتهاد في هذه النصوص وأنا لست يعني فقيا حتى أناقش هذا الأمر هذا لكن نفسهم يشاهدون وعلماء يجب أن يشاهدون من أجل إيجاد حلول هذه الأمور بأننا نقدر أن نوصل لترفيخ ثقافة المساوات بين الرجل والمرأة وترفيخ وحماية الأسرة بمجمال بمكوناتها وبمجمال المشاكل التي علنت عنها يعني تنفيل مدونة الأسرة الأخيرة لمرأة لها 20 سنة تنزيل وأبنت عن ضعفها نسبة الطلاق تشفعت بالنسبة كبيرة داخل المجتمع المغربي تحد ما فرحان بحد العيالات يعيروا الرجال والرجال يعيروا العيالات وكان المشكل بنا تموجود وكان المشكل اليوم داخل الثلوكيات المجتمع وداخل عقلية المجتمع اللي يخصنا نحينها ويخصنا ندخلوا الوسطة بالزاف مش أنهم القولنا حلول مش فقط المجلس على السلطة القضائية ولا لئسة نياب العامة أو وزارة العدل لأنها دوكي يجي الدور ديالهم في المحل الأخيرة هي استقبال المتقاضين وخصوم يوفر لهم الأمن القضائي ديالهم يوفر لهم كل وسائل ضرورية مش أن التقاضي يعني في قضاء الأسرة يكون في مستوى يليقوا بدولة أخذت على عتقها منذ 2011 أن تؤسس لدولة مدنية دولة الشميعية مبنية على الحق والمساوات بين الجنسين